إنها فترة صعبة ليس فقط للبريطانيين وإنما أيضا للاتحاد الأوروبي وشركائه هذا ما أكرت عليه منصقة السياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني عقب محادثات مع وزير الخارجي الأمريكي جون كري الذي زار روما وستكون لندن هي المحطة التالية ناقشنا شراكتنا القوية ليس فقط من أجل مصلحة مواطنين وإنما أيضا من أجل السلام والأمن في العالم وكان نقاشا جيدا حول الوضع الراهن ودور الاتحاد الأوروبي القوي مع شركائه والاستمرار في عالم موحد خاصة في منطقتنا ونعمل سويا في عدة ملفات منها عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضع في ليبيا وسوريا كيري خلال اللقاء مع موغريني ورئيس المفوضية جان يونيكر استمع إلى وجهة نظر الأوروبيين حول المرحلة الانتقالية بعد الوضع الجديد الذي أفرزه الاستفتاء البريطاني قائلا إنها الديمقراطية وواجب احترامها أتطلع للعمل بشكل أكبر مع موغريني وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكي نحقق تموحاتنا ومصالحنا المشتركة ونحن مهتمون بوجود اتحاد أوروبي قوي وسنركز على التعاون معه في ملفات عدة منها التغيير المناخي ومكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة وفي الوقت نفسه واشنطن ملتزمة بالعلاقة القوية والخاصة مع بريطانيا مراقبون اتفقوا على أهمية زيارة كيري لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في هذا التوقيت من أجل ضمان استمرار الشراكة القوية بين واشنطن وبروكسل بعد الاستفتاء البريطاني لا شك أن توازنات الشراكة عبر الأطلسي ستتغير وسيعمل الجانبان الأوروبي والأمريكي على إعادة هيكلة العلاقات وفي الوقت نفسه سوف تعود العلاقات بين الجانبين في وجود بريطانيا لكن عبر حلف الناتو ومن المقرر أن يعود كيري منتصف الشهر القادم ليشارك في اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل التي تستعد لقمة أوروبية في غضون ساعات ستهيمن علي تدعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشراكة القوية سواء مع الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا عقبل استفتاء الأخير تلك كانت رسالة الوزير كيري إلى المسؤولين في بروكسل وعلى الجانب الآخر تعهلت مغريني ببقاء الاتحاد الأوروبي قوياً مثل ما كان من قبل وضمان استمرار الشراكة القوية مع واشنطن في العديد من المجالات عبدالله مصطفى الحرة بروكسل